واللي الكابتن عيز كابتن عصام عبد الفتاح بيحاول يصدروا للناس بيقول لك ايه ومش كلامي ده كلام الكابتن عصام كابتن عصام بيقول مباراة القمة بلا اخطاء ومحمد عادل مغلطش في تصريحاته عفوا يا كابتن عصام ولما حد بيغلط مش المفروض يطلع يعتذر وحضرتك مش عايز تطلع تعتذر تقول ان الكابتن محمد عادل غلط انا من وجهة نظري المخطئ الاكبر في هذا الامر هو كابتن عصام عبد الفتاح ليه كابتن عصام عبد الفتاح لان برضو في قانون كرة القدم عمري ما شفت حكم طلع فسر قرار خده بعد مباراة وبعدين يا كابتن عصام بما ان حضرتك بتقول ان المباراة بلا اخطاء من وجهة نظر حضرتك زي ما انت قايل مش زي ما انا قلت زي ما حضرتك قلت المباراة بلا اخطاء كابتن عصام مبارح او بعد المباراة طلع وقال ضربة الجزاء فيها شد من حمد فتحي او من لعب الاهلي اللعب الزمالك كابتن محمد عادل قال لا دعلي معلول اللي خبط لعب الزمالك وهو على الارض طب انا اصدق مين يا كابتن عصام اصدق كابتن محمد عادل ولا اصدق حضرتك ولا اصدق ان المباراة بلا اخطاء وهل حضرتك تواصلت مع كابتن محمد عادل وحللت معا الاخطاء دي ولا لا لان حضرتك طلعت تقول ان المباراة بلا اخطاء طيب اصدق مين اصدق رئيس لجنة الحكام ولا اصدق حكم المباراة اللي قال واحد قال ان هي شدة من فوق واحد تاني قال ان هي ضربة من تحت فالحقية حتى كلام حضرتك متناقض مع بعضه حتى كلام حضرتك متناقض مع بعضه